لمدة سبعين سنة كان فيهم ملايكة بيت شفاعة لو انت تصل في المسيح تخلق برا الكمفرط زوم بتاعك بقى ادعوكم للحبية وانتوا تقولوا له ما تخلينا مشتحين بسم الله ابو الابن والروح الكدس لاحد امين احنا في سفر اشعية خلصنا المرة الفات اصحاح 27 هنبتدي في اصحاح 28 اتفقنا انه لحد اصحاح 39 يعني ما حدش يدايق من الكلام الصعب والقاسي لانه بعد كده من اصحاح 40 لحد اصحاح 66 27 اصحاح كلهم وعود هو الحياة الاشعية عبارة عن ويلات ووعود عهد قديم وعهد جديد عقاب ونعمة الحكتين موجودين في السفر اشعي هنرجع تاني للويلات و هنرجع تاني للانذارات والحقيقة لما بنقرأ عن الويلات احنا بنسمع ايه اللي حصل اللي قابلينا نحن الذين انتهت الينا اواخر الدهور كل ما كتب كتب لاجل تعليمنا فبالعكس يعني مفيش احلى من انك تقعد تسمع قصة حد تعب قبليك وحصل له حاجة وحشة عشان انت تبعد عنها يعني ما نقعد انت عارف اه اسهل اسهل شيء تخلي الناس تسوق حلو عالهايوي حط لهم عربية مدعوكة في حدثة العربية اللي مدعوكة في حدثة يحصل للحادثة دي يشوفوا سوري حد جالوا المرض الفلاني لانه اهمل في الصحوات يقولك مش انا اللي يحصل لك يشوفوا حد ربنا عقبه عشان خطيطه يقولك مش انا اللي يحصل لك لازم تتفكر ان ممكن يحصل لك كده لانه كل اللي حصل لهم مصايب كانوا بيقولوا مش انا اللي يحصل لك عشان كده لما بنقرأ عن ويلات الناس دولات هي ويلات لنا احنا احنا عندنا دلوقتي فضلنا ست ويلات كنت عارفين رقم ستة طبعا يعني انا شخصيا بخاف منه بخاف لانه رقم ستة هو رقم الخطيئة ورقم الشر واحنا اتفقنا انه اسماء الوحش في سفر الرؤية هي ستة 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 والتمثال اللي شافه نبوخص نصر كان ستة في ستة وستين اللي هو ابعاد التمثال ستة اقدام في ستة وستين قدم طول ومعروف انه رقم ستة هو رقم الخطيئة ورقم الشر ورقم الشيطان واي حاجة ستة مفزعة مفزعة يعني مش عاوز احكيلكم حتى تاريخيا لما بيجي حاجة كده ترتبها ستة بتبقى صعب اقول لكم كمان سر ما حدش واخد باله منه في الابجدية القبطية سادس حرف انتو عارفين ان احنا في الابدي بناخد الحروف نعملها ارقام ما عندناش ارقام في الابدي فحرف الالفة لو حطنا له شرطة من فوق اصبح ايه رقم واحد حرف الفيطة حطنا له شرطة بقى الرقم ايه اتنين سناف نيجي بقى الرقم ستة اللي هو سو لو حطنا له شرطة من فوق يبقى ستة هذا الحرف لا نستعمله في الكتابة ابدا فما فيش كلمة ابطي في الدنيا فيها حرف سو اذا هو حرف وليس هو قصدي رقم وليس حرف ليه بيخافوا لا الا اي كلمة يحط فيها رقم ستة تتنجس الكلمة او يحصل فيها يعني شر فهذا الرقم هو رقم او هذا الحرف هو مع وقف التنفيذ وكاننا يعني خلناه بس كده وخلاص قد كده احنا المفروض نخاف عشان كده يكون عندنا ست ويلات عاوز تعدهم معايا اصحاح 28 اول كلمة في ويل اصحاح 29 اول كلمة برضو في ويل اصحاح 29 هيبقى في اية واحد واية 15 يعني في الاول وفي النص ويل ويل كده تلات ويلات اصحاح 30 اول ويل ادي كده اربعة اصحاح واحد وتلاتين اول ويل يبقى كده ايه خمسة وبعدين تلاتة وتلاتين ويل يبقى دي الويل والسادس ست ويلات حنقراهم وغالبا كلهم حوالين ارشاليم لان الويلات اللي فاتت كانت ويلات لناس غرب دلوقتي ويلات لشعب الله نفسه ويلات لشعب الله نفسه الويل اللي هناخده النهاردة هو ويل للساميرا والاورشاليم الساميرا والاورشاليم وطبعا دلوقتي شطرين وعارفين انه انه الساميرا هي الجزء الشمالي والاورشاليم هي الجزء الايه الجنوبي الساميرا هي المكان القريب من الامم وارشاليم هي مكان العبادة الساميرا هي المملكة الشمالية اللي بيسموها مملكة اسرائيل الارشاليم هي المملكة الجنوبي اللي بيسموها مملكة ايه يهوز بعدين مملكتين الساميرا وارشاليم او اسرائيل ويهوز واللي فوق اتعقبت بمين اتعقبت بمملكة أشور السبي الأشوري واللي تحت اتعقبت بعديها بشوية بالسبي البابلي نقرأ بقى وإحنا كده فهميني الخلفية لإيه التاريخية ويلون لإكليل فخر سكارة أفرايم وللزهر الذابل جمال بهاءه الذي على رأس وادي سماء المضروبين بالخمر ما بتبعت جواب بتقول إلى حضرة الأستاذ المحترم فلان الفلان فهذا الويل موجه إلى مين موجه ليه سكارة أفرايم مين أفرايم دول بصوا في شعب دايما شعب بني إسرائيل يقولوا على المنطقة باسم ايه كبير العيلة اللي فيها يعني وانتو فاكرين لما شعب بني إسرائيل عد نهر الأردن وأول ما دخل أرض المعاد وهو لسه فوق بتوع أفرايم قالوا عوزين نسكن هنا الأرض دي عجبت فحتى ساعتها يعني اتقال لهم طب بس اهدوا لما خدوا عبر الأردن وبعد الأردن خدوا جزء تاني من العبر فقالوا لهم بس مش هندهلكم غير لما تكملوا حرب مع ايه مع أخواتكم عشان كده أفرايم سكنوا في الحتة اللي فوق بصراحة اللي دايما بيبقى قريب من الغرب بيبقى فوش المدفع لأنه بيختلط بالإيه بالأجانب وبعبادات الأجانب فكلمة أفرايم مقصود بيها شمال إسرائيل اللي هي الساميرا اللي هي الساميرا والساميرا اللي هي الحتة اللي اختلطت بالأمم وأصبحوا عباد أوسان من الطراز الأول وأصبحوا يعبود ربنا ويعبود الأوسان وبعدين لما تخلقوا مع المملكة الجنوبية اللي هي فيها ايه هيكل أرشاليم راحوا بنوا هيكل بتاع جرزيم وقالوا للناس ما تعدوش وتروحوا تحجوا في أرشاليم يقولوا لهم تصعزين نزور الهيكل يقولوا لهم هنعمل لكم هيكل على الجبل وعملوا لهم هيكل على الجبل وقدروا يقنعوا الناس إن الهيكل على الجبل ده هو أحلى من الهيكل اللي ربنا قال عليه وفضت القصة مترسخة لحد ما المرأة الساميرية لما قابلت المسيح قالت له يا سيد أرى أنك نبي أباء أنا سجدوا في هذا الجبل اللي هو جبل جرزيم وأنتم تقولون أن مكان السجود هو في أرشاليم حيث يحل السجود فرد عليها السيد المسيح وقال لها يا ستي المشكلة مش فين المشكلة إزاي المشكلة مش فين نسجد المشكلة إزاي إيه إزاي نسجد صدقيني يا امرأة لا في هذا الجبل ولا في أرشاليم لأن الذين يسجدون لله يسجدون بالروح والحق وعشان كده قال لها القاب طالب مثل هؤلاء الساجدين عشان كده السامرة من يومها وهي مدينة صعبة السامرة دي هي عبارة عن مدينة على جبل وتحتها وادي كل خصب وادي كل خصب الوادي ده مليان زرع وبالتالي البقر والخرفان فيه بتاكل وتحش زي ما هي عاوزة وبالتالي اللبن بتاعها نازل يعني كامل الدسم كله بقى ايه فات ها وكله قشطة وكله زبدة ويعني صفايح السامنة بقى ملهاش حل والزبدة ملهاش حل عشان كده يسموها السمائن اللي عيش هناك لازم يعني ايه يربرب كده ويبقى تخين فسموها وادي السمائن ده الوادي اللي تحتيها ولانه البلد محطوطة فوق فالمنظر يحسسك انه البلد هي اكليل الوادي لان الوادي نازل لتحت والبلد منورة لفوق السيد المسيح زمان قال لا يمكن ان تخفى مدينة كائنة على ايه على جبل اللي فيكم راح معانا القدس يعرف انه البانوراميك فيو والبلاتو انك تشوف الجبال بالمدن بحالها سهل جدا هناك فلما تبقى بلد زي السامرة وهي بلد غنية جدا وبلد الاقتصاد فيها عالي جدا وبلد التعامل مع الاجانب بيجيب الخير وبيجيب الرزق وبيجيب الخطاية وبيجيب السكر فهي بلد كانت بلد يعني مفترية عشان كده الناس اطلقوا عليها اكليل للوادي واخد بالك عشان كده بيقول ويل لأكليل فخر هي اسمها كده حط شرطة بعد اكليل فخر لانه كده ده اسمها اكليل فخر بس هو يقصد مين اللي هما الاكليل فخر دول سماهم سكارة افرايم سكرانين وللزهر الزابل هما كانوا هناك الزهور بتنمو بكسرة ورحتها حلوة جدا فكانت الناس كلها ماشية بزهور على راسها وده الاكليل اللي هو الاكليل الزهر احنا طبعا بنلبس اكليل غير مضمحل عارفين يعني ايه مضمحل يعني اكليل لا يزبل بيأكلوه من اتلوم اتلوم يعني لا يزبل لانه اللي بيلبس اكليل من الزهر مسير الزهر ايه يدبل على بالليل انما احنا رب هنلبس من ربنا اكليل غير مضمحل عشان كده بيقول ويلون لاكليل فخر سكارة افرايم للظهر الزابل جمال بهاء الذي على رأس وادي سماء حط تحتها خط دي كلها لان ده الاسم الرسمي للسامير السامير لما حد يقول التاني رايح السامير يقول له تقصد جمال بهاء الذي على رأس وادي سماء زي بالزبط كده منقول راحين اسكندرية بيقولك اسكندرية بلد ماري يعني اسكندرية بلد مارية يعني اسكندرية دي بلد اليونان البنت اليونانية الجميلة اللي على شط البحر ايام ما كانت زمان اسكندرية فاقزها ما كنتش تلاقي فيها مصريين جيه وقت كان ممنوع على المصريين الفلاحين ان هم يخشوا مدينة اسكندرية اللي مليانة يونان وإيطاليين وأوروبيين فساعات البلد يبقى لها ايه يعني يبقى لها اسمها مثلا نفتكر المحلة يبقى فوط المحلة الجميلة فكل بلد لها اسم نفتكر مثلا اسماعليا يبقى المنجل اسماعلاوي اللي ملهاش حل في الريحة فبنفس المنطق الاسم الرسمي ليه السامرة كانوا بيقولوا عليها بيت شعر كده جمال بهاءه الذي على رأس وادي سمائن وادي سمائن يعني وادي كله خصب وهي البلد فوق على رأس الوادي فكأن زي ما بيقولك شبوها بإكليل لحكتين الناس كلها بتلبس أكليل ولأنها البلد وهي فوق عاملة زي إكليل على رأس واحد اللي هو الوادي اللي تحت إنما أشعية قال عليها سكارة وظهر زابل يعني ده العقاب انتوا بتلبسوا ظهور فاكرين عندك ورد كتير انتوا الظهر بتاعكم زابل لأنكم سكارة ليه هما سكارة ليه هما سكارة هما سكارة لأنه حكتين أولا هي كانت بلد مشهورة بالخمر كانوا بيشربوا خمرة كتير قوي وأنا يعني إيه أديني بتكعب الغزب عني محبش أضايقكم لكن قادي موضوع الخمر اللي هو للأسف منتشر هنا عن في مصر يعني في مصر كنا ما نشربش خمرة دلوقتي بقى بس مع الناس بسهولة تشرب خمرة وبسهولة تسكر يعني عاوز أقولك حكتين لازم تباد عنهم هنا في أمريكا الخمرة والسجاير والشيشة محبيت أحضر للمحاضرة دي فقلت ما شوف كده كم واحد بيموتوا في أمريكا من الخمرة اتضح أرقام غير عادية يعني تخيل أنه في أمريكا كل سنة بيموتوا ربعمائة وخمسين ألف من الخمرة والسجاير والشيشة اللي هي ما يسمى بالأمور المحللة الأمور الليجل يعني أي حد من حقه يشرب سجاير هنا في أمريكا طالما سنه فوق 18 سنة أي حد من حقه يشرب خمرة أي حد من حقه يشرب شيشة يعني إحنا ما بنتكلمش على مريوانة ولا على حشيش ولا على ويد ولا بنكلم على الهيروين ولا الكلام ده كله بنكلم على الحاجات القانونية الحاجات القانونية تسبب موت ربعمائة وخمسين ألف شخص كل سنة قرب النص مليون عارب بقى الحشيش والمريوانة والأفيون والمخدرات اللي هي لو تمسكت بحتة قد كده تروح فيها في السجن بتموت كم واحد في السنة بتموت ستة ألاف ستة ألاف بس بيموتوا في السنة من المخدرات الغير قانونية أما الحشيش أما السجاير والجوزة والخمرة بيموتوا ربعمائة وخمسين ألف سواء حوادث أو سرطانات بايد عنكم أو تلايف في الكبد أو أنه شرب وراح يسوق بعد كده ودي كارثة من الكوارث حتش عارف العربات اللي على الهايوي دي يعني معروف أنه عشرة في المئة من المشين على الهايوي دول شربين بزاد بقى في ليالي الأعياد أو المناسبات سان باتريك دي مش عارف إيه هالوين رس السنة ما بيسدوا أي حاجة يربطوها بالسكر عشان كده موضوع السكر ده موضوع صعب قوي موضوع الجوزة ده موضوع صعب قوي أنا طبعا ما معرفش أنا كان آخر حاجة أفتكر أنه لازم أتكلم وأتكلم كتير بس اتضح أنه لو أنا ما تكلمتش لأيالي للشباب بيتحقوا على يقولوا أنت دا ما تتكلم على الحاجات دي طب أعمل إيه ما لو أنا ما تكلمتش ربنا يا حساب يعني الجوزة التي أصبحت الآن موجودة الشيشة يعني بس هي اسمها الجوزة عندنا في مصر الموجودة ورا كل أنتري وأي حد دلوقتي لازم يشرب وبنات تشرب عرفش يعني إزاي دا يحصل يعني أرجوكم كل واحد عنده جوزة يقول لها روحي وانت طلقة ملكيشي عوزة بس مش الجوزة اللي هي المشعر أنا بكلم عن الجوزة أم خرطوم الجوزة المشعر خليها ما فيش داعي للطلقة أنا بكلم على الجوزة أم خرطوم والله كده روحي وانت طلقة ملكيشي عوزة إزاي إزاي قدام ولادنا نشرب وبعني أقول لك أصب من غير المبسم غير المبسم إيه لما كل الخرطوم مليئا ما يكروباط ودلوقتي سوري في الكلمة كانوا إحنا عائل صغيرين الجوزة دي ما تتحطش غير في المناطق الشعبية والناس اللي مش متعلمين عمري ما كنت أشوف حد متعلم يشرب جوزة يعني أنا فاهم إنه دي حاجة كارسي دلوقتي أصبحت الجوزة علامة للمثقفين والمتعلمين والستات ودلوقتي بقى في مصر شيء عادي كده وأنا ماشي بالعربية دلوقتي في مصر أبص أيمين وشمال ألاقي الأهوة مليانة ستات اللي كانوا عمرهم واحدة ستة تقعد على القهوة كنت دايما سوري أنا فاكر مرة أخناها قامت في شارعنا عشان فتحوا قهوة في حتة كده وإزاي الستات هتخش وتطلع وتقافلت القهوة لأنه ما يصحش ستات تعدي على القهوة اللي هاتي الستات بتقعد على القهوة وستاتها بتشرب جوزة شيء صعب شيء صعب الحاجتين دول الخمرة والكيف حتى الكيف القانوني الخمرة اللي بنقعد نشرب ونشرب وبعدين نفقد التحكم في نفسينا مبارح كنا نتكلم في كنيسة وبنقول إيه اللي هيفضل منك لما الزيت يخلص ما تنسوش ده إيه اللي هيفضل هيفضل منك حبك للصلاة وبعدين يعني إحنا عارفين نتصرف صح وإحنا بكامل يعني وعينا لما نروح نذكر وبعدين نطلع أسوأ ما عندنا كمان مش فاهم يعني العثرة العثرة شيء غير عادي شيء غير عادي وبعدين أسهل شيء تنقذ ولادك من أنهم يذكروا هو أنك أنت ما تحطش إزازة خمرة في بيتك وما تشربش فلما تقول لابنك بطل لكن هتقول لابنك بطل وتقول لأصل الخمرة بتاعت الكبار هيقول لك طيب واللي بعملوه هنا طبعا ما عرفش تعرف ولا أنه أي واحد بيوصل سنه الواحد وعشرين سنة بيعزموه عزوما اللي هي أصحابه وياخدوه وطبعا يبقى الأول مرة ليجا ليه وغالي ما بقى يوم عيد ميلاده يعني مش مستنين يوم يعدي من غير ما يعمل البلوة دي أنه يروح ويقدم الإيدي بتاعته للويتر على أنه يحق له أنه يشتري خمرة ويعود يشربوه لحد ما يطرشوه لمؤاخذة في الكلمة يعود يشربوه لحد يعني ما معديته ما تستحملش وينزلوه على الأرض وهو بيتقيق يفرحوا بيه وإحنا نجيب سيرة التقيق دول أقتي لأنها موجودة النهاردة في النص إزاي أن هم يفرحوا بيه وهم سكروا تينا وخلوه يتقيق أي حضارة وأي شيء وبعد كده نقول أصله دي أمريكا وده العادة لا ده مش دي العادة محبة العالم عداوة لله إذا كان هنسيب ولادنا يعملوا كده إحنا بندخلهم في المجتمع في ملأ مش كل حاجة في المجتمع بتاعتنا ما إحنا كنا محافظين على هويتنا لما كنا في مصر وكنا يعني يا مهددات للهوية القبطية وحفظنا على لما جينا هنا رحرحنا وما بقاش لنا هوية ما نعرفش نقول ده بتاعنا وده مش بتاعنا مين قال إن السكر بتاعنا مين قال إن الجوزة بتاعتنا مين قال إن البوي فرند والجيرل فرند بتاعتنا مين قال إن لبس أي فستان بتاعنا مين قال إنه الرأس وقاسف في الكلمة والحاجات الخليعة اللي بتحصل دي بتاعتنا ويلون وطبعا قلت لك ويلون دي بالعبري ملهاش كلمة دي وو يعني زي ما يكون صراخ عويل ويلون لإكلي الفخر السكارة أفرايم والزهر الزابل أي حد يعمل كده يعمل زي الزهرة اللي هتزبل جمال بهاءه الذي على رأس وادي سماء المضروبين كل واحد مضروب بحاجة ناس مضروبة بالبرنوجرافي ناس مضروبة بالخمر ناس مضروبة بالأزياء ناس مضروبة بالكرامة فأهو انت يا ترى مضروب بايه كلمة مضروبين دي يعني معناها فينفكشن يعني مضروب فيه متقاتل بايه عند الرهبان يقولك متقاتل واحيانا على فكرة حتى الأباء الرهبان يقولك الأب دا متقاتل ان النفس يبقى أسيس أو نفسه يبقى أسكف أو نفسه يبقى بطرك ده نوع من الحرب أصدقوا بصوا الشيطان ده ذاكي جدا يشوف إيه نقطة ضعفك يخش لك منها أنت مضروب بإيه ربما تكون مضروب بالخمر ربما تكون مضروب بحب الزات ربما تكون مضروب بالكرامة والحساسية ومحدش يزوص لك على طرف هم معموما بتوع السامرة مضروبين بالخمر بصوا بقى آية 2 هوذا شديد وقوي للسيد كلام صعب بس أنفسره لأنه أحيانا يعني الترجمة وأحيانا الكلام يعني التركيبة بس هوذا شديد وقوي للسيد يعني إيه معناها الكلام ده يعني هيجي حد شديد وقوي يشتغل لحساب السيد اللي هو السيد الرب واخدين بالكم يبقى ربنا بالبلد هيكري عارفين يعني هيكري يعني هيأجر هيأجر بلطقي علشان يقدب هذا الشعب السكران علشان يعاقب هذه البلد اللي هي جمال البهاء على رأس وادي السماء هييجي واحد شديد وقوي اللي هو السبيل إيه السبيل أشوري لما هتيجي أشور وتهدم السامرة وتحتل السامرة وتأخذ السامرة هوذا شديد وقوي للسيد حيبقى شكله عامل إزاي بقى كنهيال البرد كنوق مهلك كسيل مياه غزيرة جارفة قد ألقاهوا إلى الأرض بشدة مينين اللي ألقاه إلى الأرض بشدة؟ ربنا يبقى هيجي عامل زيه تبقى ماشي وفجأة تمطر تلج مش تلج البرد اللي هو الهيل عندكم في أمريكا هنا اللي هو يعني إيه لما تقولوا كاتسان دوكس لما بتنزل قطع من التلج بتبقى ساعتها الجو سخن فوق وسائع على وش الأرض فالمطرة السحاب بينزل مطرة لأن الجو سخن بس المطرة دي وهي نزلة تخش في المنطقة الباردة اللي هي قرب الأرض فالمية تتحول إلى آيس مش تتحول إلى سنو آيس وعلى حجم كمية المية ممكن تبقى كمية المية قد كده فتتحول إلى قطع التلج ممكن تقصر إزازة العربيات وممكن تعور اللي تنزل عليه وده بيحصل فجأة كان هيال البرد كانو مهلك ستورم يعني أو تورديدو كسيل مياه غزيرة جارفة فلد يعني اللي بيحصل في مصر وديكوا شفتوا إزاي أن المية ساعات بتبقى قلعا من النار المية دي ساعات بتبقى قلعا من النار لأنها تحمل معها الموت اللي هي المفروض المية اللي بتحمل الحياة كسيل مياه غزيرة جارفة قد ألقاه إلى الأرض بشدة ألقى هذا الرجل الشديد القوي اللي هو الغزو الأشوري وربنا هو اللي بيعمل كده ربنا هو اللي بيسلط الأعداء بأيديه بالأرجو اليوداس مين اللي بالأرجو اليوداس اللي هو أفرايم إكليل فخر سقارة أفرايم مش أنت بتقولوا عليه إكليل فخر قادي السكرانين وعلى فكرة زي ما قلنا أفرايم دول كانوا بيحبوا الشاب الخمرة لأن العنب بينموا بكسرة هناك إنما هم كمان سقارة عشان بس إيه واحد يقول لك الحمد لله أنا ما باجيش ناحية الخمرة وملياش في الكلام ده أحيانا المشغولين واللي عايشين في هموم الحياة دولة نقدر نقول عليه هم سكرانين واحد جايب لمحل وقاعد فيه من الصبح البالليل وما بيقفلش ودايما مشغول نقول عليه سكران ما سكران بالمحل واحد عنده أفز وما بيقفلش خلي بالك واحد عنده بيزنس وما بيسيبوش اعتبر سكران عشان كده سير المسيح قال اللي موجودون في خمار العالم وهموم هذا الظهر خمار خمار يعني من الخمر لأنه أنت ممكن تكون سكران وتكون أدكتد أو تكون بقيت مدمن لشغلانتك أو مدمن للقعاد على الفيسبوك أو مدمن في المكالمات التلفونية أو مدمن في الراغي ونتكلم كل ده نوع من السكر ولما يكون فيه بيزي لما تبقى بيزي تبقى سكران ما تبقاش في وعيك وتقول ما خدتش بالي العمر عدى وما قردش الإنجيل العمر عدى وما كبرتش روحيا العمر عدى وما تعلمتش أسامح العمر عدى وما تعلمتش أصلي بالأكبية زي ما بقول لكم أنا أؤمن من الحاجات اللي ربنا هيحسبني عليها يقول لي تعالى عد كده بص بقى أنا هقول لك حياتك دي كان هيبقى شكلها إيه لو أنت مشيت حسب ما أنا رسمتها لو أنت كنت طوعتني وصلت بالأكبية كل يوم لو أنت كنت طوعتني وكنت تعبت أكتر وانت في شبابك تعمل مطنيات كنت تعبت أكتر وافتقدت أكتر كنت تعبت أكتر وقردت في الإنجيل أكتر حوريلك شكل حياتك كان هيبقى شكله إيه صحيح؟ أنت في نهاية تخش السماء بس فيه فرق أنك دخلت السماء بعد ما استمتعت بحياتك وفيه فرق أنك ضيعت العمر باطل يعني صحيح إحنا نبجل ونعظم اللص اليمين اللي قال سكرني يا رب في آخر أيام حياته لكن تيجي دي زي الأم بانطنيوس اللي عاش سنين طويلة يستمتع بربنا وبعدين تقول إيه أنا هعمل زي اللص اليمين هو ده اللي أنت فلح فيه ما لقيتش غير اللص اليمين اللي هتقلده طب أفرد فرقت معاك بقى أفرد يا عم الملاجه بدري ربع ساعة ما أنت كده جيت على الحروف أنت كده بتخاطر وبتخاطر بعمرك كل وبتخاطر أنك ما تستمتعش بربنا في سنين طويلة دهالك وبعدين يا أخي ده كان حرام طب أنت راجل قاعد في كنيسة وزارعينك في كنيسة وصرفين على الكنيسة دي يعني هيت ونور واسيس ومينتنانس ومواد نظافة كل ده ليه نحن غويين يعني ما نقفلوها نحن عاملين كل ده عشان أنت تتقرر بربنا وتستمتع بربنا فتيجي تقولي بعد كده خليني أخد اللص اليمين وكدسة بقيسة وأنبا موسى الأسود مين قالك أنت لو مشيت وراء ربنا هيعنده خطة رائعة أنك تستمتع به ويستخدمك لمجد اسمه بالأرجو اليوداس إكليل فخر سكارة أفرايم ويكون الظهر الزابل جمال بهاءه الذي على رأس وادي السماء فاكريني الحتة لو تركوا حطتها خط هنفس الكلمة تاني لأنه بيكرر الاسم الرسمي لمدينة السامير جمال بهاءه الذي على رأس وادي السماء وادي السماء يعني وادي الخصب وهي بلد فوق على الرأس كبكورة التين قبل الصيف التي يراها الناظر فيبلعها وهي في يده يعني إيه الكلام ده بصوا هو طبعا أشياء كسفرة أشياء يعني لبنا لما بيكلم فيه بيجيب لنا صور من اللي كان بيحصل في الحياة العملية إيه اللي كان بيحصل في الحياة العملية إنتوا عارفين الناس بتحب تأكل التين البرشومي ده بيبقى جميل وحلو لأنه بيبقى معسل وفي الصيف بقى لما يبقى الصيف صعب قوي فتبص لقى حبيت التين دي حاجة أنا فاكر مرة كنت رايحة في بوتلات اللي هي على شاط البحر في شمال مصر والأوتوبيس نزلني أمشي عشرة كيلو الوحدي فمشيت عشرة كيلو كده في الصحراء وما أقول لكش التين اللي مزروع في الأرض ده كان بالنسبة لي قد إيه حاجة جميلة كنت أمسكه وفرقه وأموا وكله أمسكه وفرقه كأنه بالزبط مش محتاج أشرب مياه ومش محتاج أخد حاجة مسكرة الديني طاقة وفي عز الشمس كان التين ده على ما وصلت الحتة اللي أنا فيها كنت كنت أجي أربعة خمسة كيلو وهو مسموح بالأكل لأنه عادة العرب كل بس ما تشلش معاك يعني وانت ماشي في الغيت كل زي ما انت عاوز إنما لو شلت واحدة تبقى حرامي لو شلت واحدة خرجت بيه بره للغيت إنما تقول ما انت ماشي في الغيت كل وهو أساساً التين ده بالراوي بيطلع بالراوي إنما في فلسطين بيزرعوه بيحصل بقى إن الناس لأن الفكهة موسمية مش دلوقتي بيعملوا صوب وتلاقي على طول في المحلات كل حاجة موجودة طول السنة لا زمان لو تفتكروا في مصر نستنى البلح الأحمر مع عيد النروز نستنى المنجة مع الصيف فالتين بيطلع على أول الصيف يا ترى أوائل التين بتبقى الناس عاملة إيه بتبقى متوحشة التين فيقوموا واخدينه وما يستنوش يغسلوه ويكلوه حتى ولو كان لسه مستواش زي ما احنا كن زمان وإحنا يا صغارين يجبونا التفاح اللي لسه مستواش ويبعوه على باب المدرسة كانت أم تقول لي أوعة تاكل من التفاح اللي لسه مستواش إنه بيجيب وجع في البط بس كنت لقى العيال متلهفة إنها تاكل التفاح ده لإنه متوحشينه من الموسم اللي إيه من الموسم اللي فات يعني عاوز يقول إيه ربنا عاوز يقول إن انت يا سامرة هتبقى عاملة زي التين اللي لسه طالع جديد ومع إنه لسه مر إن لإن الناس مش إيه مش عتقاه ومش صبرة إنها تسيبه في حاله وعاوزة تاكله فكأنك يا سامرة هتبقى نهيبة للناس والناس تنهبك بالرغم من إنك أنت وحش ما أنتش حلو لو كنت حلو والناس نهبتك نقول مظلوم ونقول الناس لها حق تعمل كده لكن أنت أساسا تين لم يستوي بعد ولم يحلوه ويسكر بعد لكن الناس بتاكله كبكورة التين كلمة بكورة يعني البدايات بكورة التين قبل الصيف يعني الصيف لسه مجاش فالتينة لسه مع السليتش التينة لسه خضرة التي يراها الناظر علشان هو متوحش التين من السنة اللي فاتت فيبلعها وهي في يده ما يستناش إن يخليها لما يروح بيها البيت فده اللي هيحصل لشعب السامرة هيتعاقب عقاب ويتأرأش في بقء أعداءه في ذلك اليوم يكون رب الجنود إكليل جمال وتاجبها لبقية شعبه خلي بالكم إحنا عندنا اتنين إكليل إكليل يزبل اللي هو إكليل الإه السامرة أو الأية في الإصحاح ويلن لإكليل لكن هيكون فيه إكليل تاني اللي هو مين اللي هو ربنا نفسه ويكون في ذلك اليوم رب الجنود إكليل جمال وتاجبها لبقية شعبه مين بقية شعبه دول زي ما انت عارف وزي ما علمنا العلمة أورو جانوس بيشاور على حاجة قريبة وحاجة بعيد الحاجة القريبة هي الناس اللي ما مشتش مع السامرة في عبادة الأصنام اللي هما مين اللي هما المملكة الجنوبية إنما هو أساسا بيشاور على البقية كلمة البقية احنا اتفقنا عليها لو لأن الرب أبقى لنا بقية اللي صرنا مثل سادوم وشبهنا عمور يقصد بها المسيحيين اللي هيجوا في آخر الأيام احنا البقية تاخدها بالمعنى القريب التاريخي اللي هيقصد بها أرشاليم تاخدها بالمعنى لكن أرشاليم نفسها هيجي عليها الدور ويكون في ذلك اليوم رب الجنود إكليل جمال وتاج بهاء لبقية شعبه وروح القضاء للجالس للقضاء يعني ربنا حيدي روح القضاء اللي هو الروح القدس اللي احنا بنقول في صلاة الأجبية روح الرياسة مش كده روح الرياسة لأنه كون الكاهن أو النبي أو القاضي يجلس في مجلس التشريع أو مجلس القضاء لازم ما يحكمش بحسب هوى نفسه إنه ما يحكم بمين بالروح اللي يدهه له ربنا ما أصعب إنك تحكم وما أصعب وأنا فاكر أول ما ترسمته أنا لصغير كده 27 سنة بعدها بأسبوع ما جيت من الدير بصيت لقيت الأباط قالوا لي خش أحضر المشكلة دي وحله لقيت نفسه في وسط 70-80 شنب من الشنبات بتاعت الصعيدة وبيتخنوا على مش عارف مئة ألف جنيه ولا إيه وأحكم أجوت سابون أحكم أنا عادت أفكر أفكر وصليت لازم كان في القاعدة أقول حكم وحكمت وتنفس الحكم والمئة ألف اتخذت من واحد كده زي الباشا طلحهم نجيبه ودينهم لواحد تاني ولا بليس ولا حاجة ليه؟ لأنه في مجلس قضاء دول الصعيدة اللي بيحترموا كلمة ربنا وبيحترموا كلمة أبون وأنا قاعد في وسط يوم عيل 27 سنة وهم أصغر واحد فيهم ما يقلش عن 60 سنة ومن معلمين الكبار بتوع المنطقة يعني ده اسمه روح القضاء لما يكون الكاهن أو القاضي أو النبي يعني محلى أو مملوء من روح ربنا بيقول كلام صح لكن لو بعيدنا عن ربنا يبقى مفيش روح للقضاء وده اللي هنشوفه دلوقتي بردو للجالس للقضاء وبأسا كلمة بأسا يعني قوة للذين يردون الحرب إلى الباب يعني ربنا هيساعد القاضي أنه يقضي بالعدل وهيساعد العسكري أو القوات اللي هي قوات الجيش يعني أنها ترد اللي جايين يحربونا للباب خلي بالكم إحنا مش بتوع اعتداء إحنا بتوع إيه؟ دفاع عشان كده حتى في مصر يسموها ومش وزارة الحربية اللي يسموها وزارة إيه؟ الدفاع لأن إحنا بندافع لكن ما بنهاجمش حد وبأسا للذين يردون الحرب إلى الباب لحد الباب ويعملوا اللي أنت عاوزينه بره باب المدينة يعني من نجدع وبقى بيكبر ده بيكلم كل ده الست آيات دولة بيتكلموا على السامرة بيتكلموا على الايه؟ السامرة ولكن هؤلاء أيضا هؤلاء مين بقى؟ اللي هم البقية ترجع إلى البقية أتاري بتعور شليم عندهم مشكلة هم كمان يبقى إذا كان ربنا عاقب بتوع السامرة فده كان علشان بتوع أرشليم يتعلموا فهيكلمنا دلوقتي على بتوع مين؟ بتوع أرشليم ولكن هؤلاء أيضا تقدر تحط خط بعد الآية الستة وتقول عقاب أرشليم يبقى اللي فات ده عقاب السامرة اللي جاي ده عقاب أرشليم لأن عنوان الصاحب يقول ويلون لإفرايم وأرشليم ده لو أنت عندك العنوين يعني ولكن هؤلاء أيضا ضلوا بالخمر أتعرف توع أرشليم برضو بالشاب الخمر أستبعيني وبينك بصراحة العنب اللي في أرض فلسطين مالوش حل مالوش حل في الجمال وفي الحجم وفي اللون حاجة غير عادية يعني وأجود أنواع الخمر بتتعمل هناك ولكن هؤلاء أيضا ضلوا بالخمر وتاهوا بالمسكر الكاهن بص بقى الحتة دي الكاهن والنبي ترنحها بالمسكر حاجة حلوة يعني الكاهن والنبي اللي هما بيكلموا بيوصلنا كلمة ربنا واحد بيوصلنا ربنا عزبنا ايه والتاني بيطبق شرائع ربنا اللي هو الكاهن ابتلعتهما الخمر بص بقى الأول تترنح وبعدين تبتدي الحاجة تبتلعك في واحد يشتملو شتمتين وبعد كده يبقى مبلوع من الشتائب في واحد يبتدي يتفرج على منظر منظرين بعد كده يبقى مبلوع من الشهوة في واحد يقعد على الفيسبوك ربع ساعة ساعة وبعدين يبقى طول حياته فيسبوك وطول حياته الايباد ولا الكمبيوتر ابتلعتهما الخمر تاهى من المسكر تاهى مش عارفين رايحين فين ولا جايين فين واحد ساكران هتعمل فيه ايه تاهى من المسكر ضل في الرؤية يعني ما هو طالما هم بشبو خمره حصل لهم فالنبي يقول لك ده ربنا ظهر لي وقال لأقول وقول يا عم ظهر لك مين ده انت اساسا ساكران طينا ويبدو ان انت توهمت ان ربنا قال لك كذا وكمان ياريته بيسكت يقول انا منفعش اكون نبي لا مصمم يشتغل نبي مع انه هو سكير وبالتالي بيقول لنا حاجات قال ربنا قال هال ولا ربنا قال هال ولا عد هال ده هو اللي ايه من السكر عنده ضلال الضلال هو الدلوجن ضلال يعني بيتخيل حاجات يتخيل حاجات ضل في الرؤية قلقة في القضاء قلقة دي كلمة قلقة هي اساسا تعثره بالانجليزي تعثره بيلطشه يعني انت عارف اللي بيلطش يعني مرة تصيبه مرة ايه في القضاء مرة يحكم بالصح ومئة مرة يحكم بالغلط ما هو اساسا هو قاعد على الايه على المنصة القضاء وهو ساكران هيحكم ازاي هيحكم ازاي قلتلكوا انا مبارح في الوعظة الراجل اول مبارح بس يوم الجمعة يوم الجمعة مش اول مبارح يبقى اول اول يوم الجمعة واحد ركب في الطيارة ولقى البيلط رايح يداخل على الكابينة ريحته خمر راح موقفه قال له تعالى هنا انت ايه قالوا انا البيلط قالوا البيلط وانت انت ساكران تين فقال له مالكش دعو انا داخل راح داخل راح متصل بالبوليس وجات في السي ان ان جات في السي ان ان انه ايه دا ازاي وفعلا طلع الراجل الطيار ساكران تين وداخل يسوق الطيار ونزلوه من عالطيارة وجابوا طيار جديد طب لولا ان الراجل دوت اللي هو ركب في درجة اولى شم ريحت بقه كان الراجل ده ساق بالطيارة وهو ساكران مفيش اسعب من انه المسؤول يبقى ساكران عشان كده كل اب يحط عنيه فيه استراثه كل ام تحط عنيه فيه استراثه يبتربع يلا كل خادم مدارس احد كل مسؤول يخلي باله ده الله في الرؤية قليقه في القضاء لطشه يعني فان جميع الموائد امتلقت خلي بالكم بتوع فلسطين كانوا بيبصوا على بتوع سوري بتوع قرشليم كانوا بيبصوا على بتوع السامرة وبيقولوا مش ممكن ايه مش ممكن يحصل لنا كده مش انا اللي يحصل لكده اهي نفس الحكاية يعني بتوع الشليم ما خدوش عبرة من السامرة واحنا ما خدناش عبرة من الاتنين مش احنا اللي يحصل لنا كده لا يحصل لنا يا سيدي واكتر من كده فان جميع الموائد امتلقت قيئا وقذرا ليس مكان يعني فيش مكان نظيف يعني ايه جميع الموائد امتلقت قيئا وقذرا بساعات بيرجع وكمان دخلت عندهم عادة انه يحب يأكلوا كتير لان عندهم الخير كتير الشعوب الغنية اللي يحب يأكلوا كتير بيخافوا لا يتخنوا فيأكلوا وهم يحطوا صابحهم في بقهم ويرجعوا وهذه العادة موجودة حد لقتي ومشهورة اكتر في فرنسا عارفين فرنسا بلد الجمال وبلد يعني الشياكة والاناقة والمحافظة على الوزن اساسا لان معظم الفرنساويين عندهم او نسبة كبيرة يعني عندهم هذا المرض انه يأكلوا يأكلوا والرومان كان عندهم نفس العادة فهي ابتدت من من فلسطين هناك انه يأكلوا عشان الواحد هو بيأكل بيستامتع بطعم الاكل فيخاف على صحته فبعد ما يأكلوا محطين صباحهم ويرجعوا فكانوا بيرجعوا واحيانا السكران برضو معدته بتقلب فيرجع النتيجة انه الموائد اللي عليها الاكل عليها الايه عليها الترجيع حاجة تقرف يعني بس كمان الموضوع له بعد المفروض لو فيه اكل محتوط الناس تأكلوا فلما يكون فيه ترجيع وفيه اكل بقى اتعرف طب عشان كده النبي النبي اللي بيقول لنا ده ربنا قال لي نقول له هي لمو اغزة احنا نعرف ان كلمة ربنا هي ايه هي غذاء مش كده برضو وجدت كلامك كالشهد فا ايه فا أكلته مش كده ولا ايه ده كلمة ربنا غذاء لكن لما يكون حاجة من عند النبي يعني اذا هي مش جاية كلمة ربنا من فوق ده جاية منين جاية من معدته يبقى انت عاوزنا ناكل مش لطيفة يبقى انت كده انت بترجع يبقى انت مش بتقول لنا كلمة ربنا بصوا بتشبيه قوي قد ايه انه القئ هو كلام النبي اللي من عنده اللي مش من عند ربنا ماينفعش يكون غذاء ابدا ليس فان جميع المواد امتلأت قئا وقذرا ليس مكان مافيش مكان نظيف عالطرابيزة يتاكل منه يعني الشعب هيموت من الجوع لانه القادة مترنحين النبي والكاهن النبي والكاهن والقاضي مترنحين وسكرنين في وبعدين بقى ايه بص جابوا سيرة مين جابوا سيرة اشعية اية تسعة اية تسعة ده كلام هما بيقولوا عن اشعية اشعية اللي كاتب السفر هما بقى قاعدين مع بعض السكرنين دول اشعية صوت ربنا ليهم مش عجبهم فبيقولوا ايه لمن يعلم معرفة هو رجل ده بيعلم بيعلم مين لمن يفهم تعليما للمفطومين عن اللبن للمفصولين عن الثدي لانه امر على امر امر على امر فرض على فرض فرض على فرض هنا قليل وهنا قليل خلص الكتيش حط قوس من اول اية تسعة لمن يعلم معرفة لحد ما تخلص اية عشرة ده كله كلام يقولونه ضد اشعية بيقولوا ايه على اشعية بالبلد كده هو الرجل ده بيكلم مين الرجل ده بيفهم مين هو فكاننا عيال صغيرة هو فكاننا لسه سايبين الثدي بتاع امهاتنا هو فكاننا بيبي وبعدين ايه الحكاية عمالي يزود امر على امر ويزود عقوبة على عقوبة ويزود اوامر على اوامر وفروض على فروض وشوية هنا وشوية هنا وحبة كده وحبة كده الرجل ده ايه حكايته اذا هذا نقد لمين لأشعية نفسه طبعا اللي هو يمثل مين يمثل ربنا واخدين بالكم ده كلامهم عن أشعية وطبعا الأنبياء كانوا يما يعني بيتعرضوا للإهانة رد أشعية من آية 11 آية 11 هيرد أشعية يقول لهم ايه انه بشفة لكناء وبلسان اخر يكلم هذا الشعب يعني يقول لهم مش عجبكم كلامي معاكم ده أنا بكلمكم بايه باللغة بتاعتكم طيب اوكي بلاش انا اكلمكم حييجي اللي يكلمكم بالمكسر حييجي اللي يكلمكم بلغة أجنبية كان بيرمي على مين افتح معايا ربشاكي لما جه يتكلم في إصحاح ستة وتلاتين اه ستة وتلاتين كان في السنة رابع عشر ملك حسكين سنحريب ملك أشور اه ما احنا خدناها بنقرة تاني لا ما هو بيتنبأ احنا في ثمانية عشرين هو بيقول لهم انتو مش عجبكم كلامي وانا بكلمكم باللسان الايه باللسان بتاعكم لان انا منكم وعليكم انا نبي بتاعكم مش عجبكم كلامي اسكت انا ويجي اللي يكلمكم بالايه باللغة مختلفة واخدين بالكم اه فخرج بصي فقرسل ملك أشور ربشاكي من لاخيش الى ورشاليم الى الملك حسقية بجيش عظيم وقف عند قناة البركة العليا في طريقة حقل القصار فخرج اليه اليقيم ابن حلق العربية وشبن الكاتب ويؤاخ ابن اساف المسجل فقال لهم ربشاكي قولوا لحسقها كذا يقول الملك اي 11 فقال اليقيم وشبن ويؤاخ لربشاكي كلم عبيدك بالارامي لاننا نفهم ولا تكلمنا باليهودي في مسامع الشعب الذين على الصور فقال ربشاكي هل الى سيدك وإليك أرسلني سيدي لكي يتكلم بهذا كلام أليس الى الرجال الجالسين على الصور ليأكلوا عذرتهم ويشربوا بولهم معكم ثم وقف ربشاكي ونادى بصوت عظيم باليهودي يبقى كلمهم بالايه بس ايه بأكسنت كلمة لكنة يعني ايه أكسنت يعني مرضاش يتكلم بلغتهم ونائب الملك قالوا كلمني بلغتك أنا بفهم لغتك عشان نائب الملك عاوز الكلام يبقى ايه بينهم فاللي وقفين ايه ما يفهموش وما يخافوش فرح قالوا لا يا حبيبي مش هكلمك بلغتي هكلمك بلغتكم قالوا انت بتعرف لغة قالوا ها هكلمهم بلغتهم بس في لكنة لانه الاجنبي فكأنه يقول له بص خبيبي احنا جايين نطينا فوق دماغك انت واللي هكلي فوق فكأنه جاي يجيب طبعا وما اقصى يتتقال اخبار سيئة ب لكنة غير لكنتنا ده اللي بيقوله اشعية انه بالشفة لكناء لكناء يعني فيها ايه فيها اكسنت زي العيال لولادكم فطسونا من الضحك واحنا لما بنتكلم انجليزي بنفطسهم من الضحك برضو لانه فينا عندنا لكنة اكسنت المولود هنا ولا ما عندوش اكسنت انه بشفة لكناء وبلسان اخر يكلم هذا الشعب اللي مش عجبكم انه ربنا يكلمه يكلمه مين الاعداء الاعداء اللي هددوه بالرسل اللي جايبه الخراب الذين قال لهم ده ربنا قال لهم هذه هي الراحة اريح الرازح يعني ربنا قال بالذات للكهنة وللانبياء انتوا دخلتوا قلوا الراحة عارفين الراحة اللي هي ايه ارض الموعد فاكرين لما كان ربنا بيقول لموسى ان اقسمت قالوا يدخلوا الى ايه راحتي فسمى ارض الموعد ايه راحتي حتى يسموا الحرب اللي كانوا فيها او التوهان اللي تهو فيه زي ايام الاسبوع وصلوا خلاص الى السبت السبت اللي هي ايه الراحة يوم الراحة فبيقول لهم هذه الراحة اريح الرازح وهذا هو السكون ولكن لهم لم يشاءوا ان يسمعوا يعني بدل ما تبقى ارض الموعد ارض للراحة وارض للسكون بقت ارض للخطية وارض للسكر الرازح اللي هو شاي للحمل يقول لك يرزح تحت اكل تحت لقمة العيش الرازح الرازح اللي هو محمل بالاسقال على كتفه كلمة رازح يعني شاي الحمل رياحه لشاي الاحمل عشان كده السيد المسيح قال تعالوا اليا يا جميع المتعبين والثقيلية الاحمل الرازحين كلمة الثقيلية الاحمل يعني الرازحين وانا اريحكم فكان اية 13 ولكن لهم لم يشعوا ان يسمعوا لا القاضي ولا الكاهن ولا النبي كانوا بيريحوا الناس التعبانة او كانوا بيجيبوا السكون لانهم اساسا سقرانين فكان لهم قول الرب مش انتوا تعبتوا امر على امر امر على امر فرضا على فرض فرضا على فرض هنا قليل وهناك قليل الكلام اللي كانوا هم بيترياء وبيه على مين على اشعي دلوقتي بقى تسمعوا غصبا عنكم لكي يذهبوا ويسقطوا الى الوراء وينكسروا ويصادوا فيأخذوا رب هيجي واحد يصدقكم وياخدكم يا جماعة العقوبة العقوبة جاية من ربنا واي حد فينا لو شاطر ياخد بركاته وما صيبه من ايد ربنا عارفين اصعب شيء انك تفتكر ان انت ريشة تحركها الظروف لو جالك هذا الاحساس هو كفيل انه يضمر حياتك اصلي الدكتور ملحينيش فكما ممكن اموت اصلي اكلت اكل كتير فجالي كولسترول عالي فجالي انسداد اصلي مراتي دايما منكد علي عشتي فانا هموت بدري اصلي في الشغل صاحب الشغل المفتري فطردني هتكره مراتك وتكره صاحب الشغل وتكره الدكتور وتكره الدنيا كلها لحد ما تكره نفسك لانك كاره ظروفك لكن لو انت انسان مؤمن فعلا اعرف انه فيه اله بيقدر لك حياتك حتى ولو خطط انه مشاكل تيجي في حياتك فهي لتقديبك مش علشان انت ريشة في مهاب الريح وكما تأخذك الظروف الى اعلى او الى اسفل او بالبلد زي ما احنا بنقول حظي بقى فقري اصلا فقري اصلا حظي كده اصلا اللي حصلي ده نتيجة الحوالية واللي بيكرهوني واللي عوزين لأ انت مصيرك في ايد ربنا هو اللي بيكرر العقاب هو اللي بيكرر البركات بس انت افهم هو ليه عقبك وارجع عن طريقك فاكرين ربنا يا سوع المسيح لما كان مع الناس في لقى 13 وبعدين قالوا له ما سمعتش مش بلاطس اتى الناس وخلط دمهم بزبائحهم عارفين انتو الحكاية دي ها لقى 13 افتحوا معي كده هي نفس الحكاية العقوبة وايه اللي عاوزوا مننا ربنا يا سوع المسيح لقى 13 في لقى 13 المسيح واقف كده كان حاضرا في ذلك الوقت قوم يخبرونه عن الجليليين الذين خلط بلاطس دمهم بزبائح فاجاب يسوع ايه حكاية الجليليين الجليليين دولت على فكرة هم اهل السامرة قرب السامرة مش اهل السامرة السامرة تحت الجليل على طول الجليل وبعدين السامرة وبعدين ارشاليب فالجليليين دولت كانوا مشهورين ان فيهم ناس اسمهم الغيوريين الغيوريين دولت اللي هم المتحمسين اوي عاوزين يمشوا الدولة الرومانية من انها تحتل فلسطين فجوم بلاطس كرر انه الدرائب الدرائب ما المفروض ان هم بيلموا من كل واحد ضريبة درهمين فاكرين المسيح لما قالوا لدفع وبوترس اللي كان معا ولا المسيح معا قالوا روح هاتس النارة واستاد وطلع عملة بربعة ادفع ليك وليه لان الواحد مفروض يدفع اتنين اللي هو الاسطار المفروض ان هم بيلموا فلوس من الناس عشان يصرفوا بيها على الايه على الهيكل بلاطس جيف سنة من السنين وقال الفلوس اللي منها من الناس مش هنصرفها على الهيكل هنصرفها على الحرب رحت الناس قالت ايه اللي هما الغيرين دول اللي هما بيحبوا الشريعة وعنده وبيؤمنوا بالقوة اللي هما الجهاديين يعني بمعنى الجهاديين والانتحاريين زي الناس التاني فقالوا يعني ايه فلوس تلمت مننا ومن شقانة وما تروحش للهيكل احنا هنروح الهيكل واحنا بنقدم زبايحنا في عيد الفصح هنعمل ايه هنعمل مظاهر طبعا انتعارفين عيد الفصح بيبقى فيه ايه الاف معلفة دخلوا الجليليين دولت معاهم الزبايح بتاعته اللي بيخش بالخروف بيلاقي اسيس على الباب لو لقى الخروف حلو يقول له عدي لو ملقاش اللي يقول له ايه اطلع بيه تاني فبيعدوا بالخروف وبعدين يروحوا لكاهن تاني على المزبح عشان الكاهن يدبح الايه يدبح الخروف هم وقفوا بقى في الحتة دي يعملوا المظاهرة جه بيلاتوس خلى جنود رومان يلبسوا لبس ناس عاديين ويحطوا سككين جواهم اول ما الناس دي بتاعت تعملوا المظاهرة الجنود بتوع بيلاتوس طلعوا السككين وراحهم دبحين الناس في الوقت اللي كانت الكاهنة بتتبح فيه الايه الخرفان فاختلط دم الخرفان بدم المتظاهرين اللي حبوا يعملوا قلائل حدثة مش سهلة حدثة مات فيها مئات الناس عشان كده دولة الجليليين الذين خلط بيلاتوس دمهم ب زبقحهم بصوا بقى لو الحدثة دي حصلت في ايامنا طبعا الناس عرفوها وغالبا هما اللي قالوا للمسيح طبعا المسيح يعرف كل شيء بس هما قالوا له لانه واضح ان الحادثة دي خلت الناس ايه تتكلم طبعا حضراتكم اي حد بيحصلوا حاجة في الصعيد مصر بتكتب عن نت بتشوفوه عن نت وكلكم بتبقى يعني مصار الكلام في التليفونات ومصار الكلام في الكنيسة وفتنة بعد القداس حاجة مش سهلة فما بقالكم لو حدثة حصلت زي كده السيد المسيح بقى بيقول لهم ايه انتم بقيتم مدمنين تسمعوا الحوادث ومدمنين تسمعوا الاخبار وده اللي بيحصل الايام في ناس مدمنة تسمع اخبار لكن المسيح بيقول انتم نسيين حاجة هو انتم فاكرين اتظنون بصرات المسيح اتظنون ان هؤلاء الجليليين كانوا خطاء اكتر من كل الجليليين استبقى الناس مش عارفة تفسر فيقولك ايه اكيد الناس دي نيتها وحشة لانه ازاي ربنا يسيبهم يموتوا في الهيكل بتاعه وهم بيحاربوا على مين عن الهيكل كان المفروض ربنا نزل نار من السماء واتموت العساكر اللي حتى اللي متخفية وحتى السككين كان المفروض العساكر اللي تموت اذا اندول اكيد خطاء فالمسيح بيقول لهم الحكاية مش حكاية مين خاطئ الحكاية انت يا اللي سمعت الخبر تستاهل تموت زيهم ولا لأ يعني المسيح عاوزنا لما نسمع خبر بدل من حط نفسنا في موقف القاضي اللي يقول مين اللي غلط ومين اللي ما غلطش حط نفسك في موقف التايب عشان كده فبيقول لهم كلا يعني اللي انتو بتعملو ده غلط اللي انتو بتعملو ده انا مش موافق عليه كلا اقول لكم ان لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون وهو راح جاب لهم مثل تاني هم التمنتاشر اللي وقع عليهم البرج في سلوام وقتلهم انتو فاكرين ان دولة كانوا وحشين عشان كده ربنا انتقم منهم محنا ساعات ما بنعرفش نفسر الاحداث فيقولك البيت دي تستاهل هي اللي تستاهل يحصل فيها كده الودة كان يستاهل انه يموت طب حرام ليه ربنا ساعات لما ما نعرفش بقى لما ما نعرفش مين الغلطان نجيبها في مين نجيبها في ربنا لكن عمرنا ما بنجيبها ايه عارف انت لما تسمع خبر وحش تخش قطك وتضرب مطانية بالدنيا كلها عارف انت لما تسمع حد مات في حدثة تقول يا رب ده انا كان ممكن يحصل لكده وانا لسه ما توبتش اما خش اتوب عشان كده المسيح بيقول كلا اقول لكم ان لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون نرجع تاني لإصحاح 28 وبنقول ان الدنيا انكم انتم تسمعوا الكلام ده لازم تقولوا يا ريت ما يحصل لناش وانتوب ان لم نتوب جميعنا كذلك نهلك زي السامرة وزي مين وزي قرشليم لما من الاتنين وقعوا لكي يذهبوا ويسقطوا الى الوراء وينكسروا ويصادوا فياخذوا لذلك اسمعوا كلام الرب يا رجال الهز آسف في الكلمة هي دي ما كانش صحة تتقلهم بس هما اللي جابون نفسيهم اسمعوا كلام الرب يا رجال الهز عارفين سماهم رجال الهز ليه لان هما بيستهزقوا بمين بيستهزقوا بأشعية فأشعية بيقول لهم اسمعوا كلمة رباني اللي الحقيقة احنا بنعمل كده يا ما نسمع اخبار ونقعد نستهزق وازاي سيدنا ده يعمل كذا وازاي ابونا ده يعمل كذا وازاي احنا وظيفتنا نتوب قبل ما نحكم على حد والريز بيعمل كده ليه والحكومة بتعمل كده ليه وترامب وهيلاري وطبعا دول دلوقتي بقى شغلانتنا وكصتنا التي لا تنتهى وهم طبعا ايه مكيفين على الاخر يعني اذا كان فضايح دي ولا فضايح ده وطبعا احنا عاديين نجيب في سيرة ده وفي سيرة ده ومين اللي هيكسب ومين اللي مش هيكسب واخدينها تسليم احنا عاديين على الكنبة وما فيش احلى بقى لما الدنيا تسقع من انك تولى على التلفزيون ولا تفتح الايباد وتجيب في سيرة الناس لكن بقى توبة للرجل الذي لم يسلك في مشورة المنافقين وفي طريق الايه وفي مجلس لم يجلس احنا ما نتهزقش بحد طبعا يعني انا مش فهم هلري دي لو كانت امي انا كنت زبان اتبرت منها لانه سريت على كل لسان ترامب ده لو كان ابوي انا كنت انتحرت ما هو برضه الناس بيستحمل كده ازاي وشتام وبيشتموا بعض هما الاتنين بالاعلانات بيشتموا بعض وما يسلموش على بعض خلي بالكم يعني انا عاوز اقول في النهاية كل واحد فينا يحاكم نفسه ابونا تدرس ياقوب ملطي علمني حاجة يقول احنا انتوب واخلي بالك الدنيا مش محتاجة مزيد من القضاء هذا العالم لا يحتاج مزيد من القضاء عشان حضرتك وحضرتك تنصبه نفسيكم قضاء وتقوله ده غلط وده غلط وده غلط وتشاوره وصبعكو كده انما الدنيا محتاجة ايه محتاجة المزيد من التائبين بدل ما ننصب نفسنا قضاء نخش نزود واحد تايب زيادة تبقى انت اللي لادي اللي تايب فاتوب اكتر في ربنا يسمع كلامك وبدل ما نقعد نستهزئ باللي قدامنا نقرع صدرنا ونقول اللهم ارحمني انا الخاطئ لذلك اسمعوا كلام رب يا رجال الهز ولاة هذا الشعب الذي فورشاليم هو بيكلم الولاء لان القادة هما الاساس النبي والقادي والكاهن لانكم قلتم قد عقدنا عهدا مع الموت وضعنا وصنعنا مثاقا مع الهاوية السوت الجارف اذا عبر لا يأتينا عارفين السوت الجارف ده كان لقب اشور اسمه السوت الجارف السوت الجارف يعني بالانجليزي الكرباج الكرباج اللي ما بيرحمش بالبلد كده السوت يعني كرباج الجارف يعني لما ينزل على كتفك اللاس عورة تانية تك 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 ما بيرحمش ده كان اسم حركي او اسم شهرة لأشور فهما بيقولوا ايه احنا عقدنا عهدا مع الموت يعني احنا مش بنخاف وان شاء الله نموت وصنعنا مصاقا مع الهاوية لانه فعلا حسقية علشان يهرب من اشور كان عمل عهد مع واحد اسمه ترهاقة مالك كوش اللي هم بتاع اسيوبيا ترهاقة ده كان مفتري وكان عنده ناس تعرف اسيوبيا طول عمرها بالملايين والناس عندهم ايه ممكن يحربوا ويموتوا يعني ما لهمش عدد عشان كده راح حسقية عمل عهد عمل مساق حربي مع ترهاقة لما ييجي بتاع اشور يقف هما الاتنين ضده وشاب يقول له مش ده الحل انك تعمل الحل في ايد مين في ايد ربنا مش قد عقدنا عهدا مع الموت وصنعنا مساقا مع الهوية على فكرة المساق ده تلاقيه في اشياء 37 اية 9 وتلاقيه في سفر ملوك التاني اية سححة 19 اية 9 عشان لو تحب ترجعه يعني موضوع المساق ده الصوت الجارف اذا عبر لا يأتينا مش هيجي الشر نحيتنا نفس الكلمة مش انا اللي يحصل لكده مش انا اللي هيحصل لكده يا اقول لك ايه بس يا اخي ده احنا لحد الوقتي كل واحد فينا عنده مرض اسمه مرض مش انا اللي هموت يعني كل جنازة نحضرها والواحد فينا يقول مش انا اللي هموت طب ما كل اللي كانوا عايشين دول وعملنا لهم جنازات مكنوش فاكرين هم هيموت لكن في النهاية جات النهاية في النهاية جات النهاية مش انا اللي يحصل لكده لا يحصل لك عشان كده اشكر ربنا على اليوم اللي الدهول كتوب فيه بدل من انت واخد كل حاجة فور جرانت اذا عبر الصوت للجارف لا يأتينا طب هاي يجيلكوا بقى تعمل ايه ساعتها تعمل ايه ساعتها وابتوع مصر كان نقول مش احنا اللي يحصل لنا الطبيعة بتاعتنا هادية وعايشين في امان جالهم المية مع السيل مع التلج مع ايه ده ايه ده كانش واحد يصدق ان يحصل في مصر كده لا يأتينا لا يأتينا اوعك تقول لا يأتينا لانك انت في ايد ربنا واهم حاجة انك توب وما تخافش من حاجة لاننا جعلنا الكذب مالجأنا وبالغش استطرنا دي بقى كلمتين دول يعني محتاجين ايه نعيش فيهم ونخلي بنا منهم جعلنا الكذب مالجأنا كذب مالجأنا فعلا كذب مالجأنا اسهل حاجة عشان نطلع من المطب نكتب مش كده برضو ولا ايه مش ده اللي احنا بنعمله اسهل حاجة عاوز تهرب من المطب اكتب احنا حشريين بندخل نفسينا في حاجات مالهاش لازمة وعشان كده لما بندخل نفسينا ونحط مناخرنا فما بقينا مش عارفين نرد على بعضينا الا بالكذب انا مالي اسألك ليه بيتكو ده بكام انا مالي اسألك مرتبك كام انا مالي اسألك الطير ده جيبتيه بكام يا ستي سبيها لابسة طير نظيف جايباب الغالي حتديقك لانك حتحس النسعتها انها ست يعني بتلبس بشيء وشويات ولو جايباب بسيل ولا جايباب من محل تحت السلم هتغيزك لانها مشي تقولي ارض تهدي وهي جايباب اساسا بخمستاشر دولار احنا مانا طبعا النتيجة ان زي ما الاولانية حشرية التانية هتبقى كدابة هتقول لها جايباب اصله جايباب اعزة تهرب فالتانية تصدقها طب ما شفتيش التيكت بكام طب ما دكيش التيكت طب ما دخلتيش على النت وشفتي بكام احنا مانا جعلنا الكذب مالجأنا وبالغش استطرنا بالغش احنا حلوين احنا كويسين وناخد الكناسة ونرميها تحت الايه تحت السجادة وتحت الصوفة وزي ما دايما كنت بقول لحبيبي بتوع الزبالين احنا اللي بننظف الناس كلها الزبالين كانوا ساعات يسعب عليهم نفسيهم فقالهم انتم متضايقين ده انتم من غيركم مصر دي تبقى وحشة جدا انتم برحتها وحشة جدا احنا اللي بننظف مصر وكنت اقولهم اللي هيرفض يتعامل معنا هتبقى ريحته وحشة اللي هيتعامل معنا هينضف النظف فكانوا يفرحوا قوي لما نقولهم كده فعاوز اقول انه بالغش استطرنا وحد بيستطر بالغش ده على رأي المثل كده مالوش ايه مالوش رجلين وقد تخضع الناس او قد تخضع بعض الناس بعض الوقت ولكن لا يمكنك ان تخضع كل الناس كل الوقت بالكذب تجملنا تجملنا بالكذب وطبعا تعرفين قصة الشهيرة لحسن عبد القدوس انا لا اجذب ولكني اتجمل واخدناها بقى ان كل واحد من حقه يتجمل ايه يعني وبقت حياتنا كلها كدب في كدب لدرجة انك متعرفش الست اللي قدامك دي شعرها ولا مش شعرها يعني صبية ولا كركوبة الرجل ده شعر سود ولا سابق وبعد نخش بقى الحاجات اللي بعد كدب نخش على ايه اللي ورا كدب نخش على هو فعل ان الست دي سعيدها مع جزها ولا بتمثل علينا يا عم احنا منا يا سيدي خليك في مراتك بدل ما تقعد تحط منخيرك هم متخنقين طب هي اللي بقى ما بتجيش معاه طب هي بقى لها السبوعين بتجي الكنيسة من غيره ليه بقى طب هو بقى ليه بقى ما بيكلمهاش حلوة قدامنا يا عم احنا منا بالكذ بتجملنا وبالغش استطرنا هكل واحد فينا يخليه في باله خليه في حاله وما نحاولش يهمنا الناس اكتر أصل المشكلة ان الناس بقت كبيرة وربنا بقى ايه بقى صغير في حياتنا عارف لو ربنا كبير في حياتنا هنخاف من ربنا اكتر من خاف من الناس وساعات انا ما يهميش كنيسة زمان كانوا بيعترفوا قدام بعض كانوا يمسكوا الميكروفون كل واحد بعد الأداس ويقول عمل ايه لحد اللي فات الاسبوع اللي فات عمل ايه نعملها تحبوا نعملها في الكنيسة بعد كل يوم حد نقول ما حدش يمشي واللي كتبت تقول لنا انا كتبت واللي بص على فيلم وحش يقول انا بصت على فيلم وحش واللي غش في الضرائب يقول انا غشت في الضرائب واللي شتامت جزء محدش هيجي ولا محدش ده بس طب وهو مين المشكلة مين حيمسك الميكروفون ويقول بس هو ده اللي كان بيحصل لانه بتوع الكنيسة الاولى ما كانش عندهم حاجة يخبوها ولانه انا لو كتبت مش معنى كده ان انا غلطت مع نفسي ومع ربنا معنى كده ان انا غلطت في حقكم انتم لاني هجأ في وسطيكم وانا راجل ايه وانا راجل كذاب والتفاحة البيزة لو حطوها في قفص تفاح سليم تعمل ايه القفص كله هيبوز اذا خطيتي وخطيتك وخطيتك مش بتاعتك ولا ولا شيء شخصي بينك وبين ربنا انما ده شيء يضر بالكنيسة كلها عشان كده ما يصحش انك تستطر بالغش وما يصحش انك تتجمل بالكتب فاكد لاننا جعلنا الكذب مالجأنا وبالغش استطرنا بتهيقل لو لو في عصر يصبح فيها هذا هو الحال العصر اللي احنا فيه يا بخت اللي بيفضح نفسه في الاطراف وبيفضح نفسه في الصلاة وقد يفضح نفسه قدام الناس صدقوني يعني انا شفت ناس كتير عزماء لا يتورع انه يقول خطيته وهو ده سر العظمة لانه من يكتم خطيات لا ينجح يعني شفت شفت اباء كهنة قدسين وقبل يقول يا ابونا ممكن اقولك ممكن اعترف قبل ما خش اتناول ممكن اقولك ان انا عملت كذا جات لك منين الجراء دي جات لك منين الجراء وما عندوش معنى حتى مانا قبل كده حتى على ابونا مخايل ابراهيم اللي هو كان اب اعتراف البابا شنود ازاي ان هو راجل لما غاب المتكلم في ليلة البسخة وهو بيحضر البسخة وجم قالو اللي الحقيقة ابونا الراجل اللي كان هيكلمنا في البسخة مجاش اضطر ابونا مخايل ان يوعز بداله وقف يوعز مفروض انها وحظة يعلم الشعب ده راجل كاهن بيعترف عنده نص مصر ابونا بشوي كامل بيعترف عنده بابا شنودة بيعترف عنده ناس الكبار يعني واقف لما خدها فرصة انه يفضح نفسه قدام الشعب ويعترف بخطيته ما هو ربنا يقول القلب المنكسر المطادع لا يرزله الله انما الذي جعل الكذب ملجأه والغش استتر به مش ممكن ينجح لإلهنا المجد التائم إلى الأبد آمين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة